إذن الحديث عن هذا الموضوع سيكون مع ضيفي في البلاطو والأستاذ والمستشار القانوني لقناة النهار كورت العبد الحفيظ أستاذي تحية مسائية لك شكرا تحية طيبة إذن تعديلات جذرية عميقة على قانون الإجراءات الجزائية هذا القانون الذي تم تعديله خلال سنة 2015 سنة 2015 وال2017 هذه التعديلات الجديدة جاءت من أجل تعزيز محاربة الفساد ومحاربة كل الجرائم المالية والاقتصادية بالصفة عامة طبعا هي تعديلات مدروسة أنا لا أوافق الرأي في أنها تعديلات جذرية ولكنها تعديلات مدروسة بخصوص بعض النقاط التي كانت محل كثير من النقاش أولها على الإطلاق هو إعادة اختصاص التحقيق في قضايا الفساد المالي والإجرام المالي طبعا إلى الشرطة القضائية العسكرية تابعا لمصالح العمل الأسكري لأنه يقال بأنه من غير المعقول أنه تم تقزيم دور هذه المصالح في سنوات معينة بحجة إصلاح العدالة وبحجة التحول نحو الدولة المدنية بحرمان هذه المؤسسة التي تملك من الكفاءات الكثير وتملك من الإمكانيات الكثير الآن جينا بحجة إصلاح العدالة وقمنا بتقييد عمل هذه المصالح حرمناها من أنها تحقق في جرائم الفساد وهي أكبر تحدي توجهه الجزائر الجزائر لا توجه تحدي آخر غير الفساد خاصة في السنوات الأخيرة أنت تعرف لو سألت القائمون على الإصلاح في تلك الفترة يقولون لك لإجل نحن نحمي إطارات الجزائر يعني نحمي الإطارات من التعسف ومن تحقيقات أمنية ما عندهش معنى ولكن نظن بأن الفساد هو مهمة كل مصالح الأمنية ليس فقط مصالح الشرطة والدرك ولكن كل مصالح الأمنية هؤلاء موظفوا دولة هؤلاء عندهم تكوين في مجال الشرطة القضائية هؤلاء يملكون من الإمكانيات ومن الخبرة ما يكفي لماذا لا يتعاون الكل لأجل مكافحة هذه الظوار تحدث عن الجرائم الكبيرة وعددها حول ست الجرائم بينها الجرائم العابرة للقارات جرائم تبيض الأموال للإرهاب المخدرات وبعض الجرائم الأخرى أكثرها على الإطلاق والتي لابد من محاربة على وجه الاستعجال هي جرائم الفساد صحيح في هذه النقطة أستاذ يعني بناء على معطيات جديدة ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية وبالعودة إلى القانون السابق قانون إجراءات الجزائية تم حصر مهام شرطة القضائية الأمن العسكري في كل ما يتعلق بالمساس بأمن الدولة يعني تم تجريدهم التحقيق فيما يخص ربما قضايا فساد كبيرة تتعلق بمؤسسات علمية بمال شعب أموال عامة تقولي اختصاص فقط محصور في أمن الدولة بمعنى حتى إذا مرت أمامهم جرائم فساد أو وصلت إلى معلوماتهم جرائم فساد ما عندهم شيء حق يحققوا فيها في القانون السابق هذا بالرغم من أن هذه المؤسسة أكبر مؤسسة تملك من الخبرة ومن الكفاءات ومن الإمكانيات ما يكفي للقضاء على الفساد في مدة قصيرة جدا مع ذلك هذا الهدف طبعا وتوجيه هذه المصالح نحو الأمن الوطني فقط يعني نظل هو إحالة على البطالة لأن قضايا الأمن الوطني قليلة جدا يعني إذا تحدثنا على علاقتها بالشرطة القضائية كميلفات تدرس وتحقق ويتنفيها التحقيق ثم تحول إلى المحاكم العدد تحقق قليل جدا يعني إذا تحدثنا عن قضايا جوسسة أو قضايا المساس بالأمن الوطني يقضايا بساتة جدا إذن هو إحالة لهذا الجهاز على البطالة وهو ما استمر لسنوات لذلك كانت سرعة إعادة هذا الجهاز إلى الواجهة إلى وجهة خاصة مكافحة الفساد لذلك العودة الحقيقية والفعلية لابد أن تتزامن مع عودة في إطار القانون يعني العام التحى ما سيكون في إطار القانون لأنه محروم من هذه الصلاحيات بموجب قانون إجراءات الجزائية تتعرب لهذا القانون تخضع له كل مصالح الأمن سواء كانت مصالح من شرطة أو درك أو حتى مصالح الأمن لذلك كان لابد من إدراج هذه المواد التي تعيد هذه الصفة وهذه الصلاحيات إلى مصالح الشرطة القضائية للأمن العسكري طيب إذن يمكننا نقول بناء على هذه التعديلات العميقة والجذرية التي جاء بها المشروع القانون للإجراءات الجزائية سيرفع القيود على مهام الشرطة القضائية لإجراء التحقيقات في الجرائم الاقتصادية والمالية طبعا سيرفع القيود قانونيا ولكن أيضا هناك جانب آخر مهم جدا لجابه هذا مشروع التعديل ويخص قضايا الفسد التي عرفت والتي ممكن تفتح فيها التحقيقات مستقبلا أو حتى المفتوح فيها التحقيق حاليا كانت تخضع إلى تقييد أيضا يعني هذه كلها كانت بحجة إصلاح العدلة تخيل أنت يقنعك بكل هذه الإجراءات هي إصلاح عدلة ولكن في الحقيقة أو بحجة أخرى بأنها حماية للإطار الجزائري قال لك الإطار الجزائري عليه ضغوط وعليه تحقيقات مفتوحة لا يقدرش يخدم ولكن في الحقيقة الوجهة الأخرى الخفية التي لم تخرج إلى العلن هي أن هذا الإطار لما قيدنا من يقدم الشكوى من أي مؤسسة تكون للدولة فيها جزء أو كل رأس المال بمعنى تكون دولة شريك في أي مؤسسة عندها رأس المال صغير أو متوسط أو أغلبية أو تملك كل رأس المال إذا فيها قضايا فساد ونهب وضياع وتبديد للمال العام هذه المؤسسة لا تقدرش دير مباشرة إجراءات أي من بصرح الأملية إلا بناء على شكوى من طرف الهيئة الاجتماعية هذا هو التعديل ربما الآخر الذي جاء في قانون إجراءات الجزائري أستاذ لو تشرحنا حيث هذا القانون ألغى اشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوة العمومية ضد مسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية كما قلت الدولة تملك رأس مالها شرط المسبق موجود في عدة مؤسسات وفي عدة أنواع من القضايا من بينها قضايا التي يكون فيها بنك الجزائر إحيانا لازم شكوى بنك الجزائر بخصوص بعض القضايا تعالبولوك وقضايا أخرى استحدث هذا الأمر وهذا القيد في سنوات معينة أن تتعرف السبب لعودنا خرجنا من قلول الإجراءات الجزائية القديم ودخلنا في تقييد جديد قضايا سونطراك وقضايا طريق السيار وبعض القضايا التي اعتبرت فيما سبق سراع بين أجنحة معينة كانوا يقولوا بالغارضة وتصفية حسابات ولكن نتج عنه محاولة تحييد جهاز الشرطة القضايا للمن العسكري عن كل هذه القضايا إذن سابقا في ظل التعديلات الأخيرة 2015-2017 لقانو إجراءات الجزائية كان يشترط أنه لإداء أي شكوى بتهمة الفساد وأن في القضايا التي تكون فيها الدولة تملك الجزء البسيط أو الكبير أو كل الرأسمان في هذه الحالات لا تقدر مصالح الأمن تفتح تحقيق إلا بناء على شكوى مسبقة من طرف الهيئة الاجتماعية التي هي عادة مجلس الإدارة يجب أن يقدم هذه الشكوى أو يسمح بتقديم هذه الشكوى ولكن تخيل من المفارقات أنه إذا كانوا هؤلاء الأشخاص هذا المجلس الإدارة وهذه الهيئة الاجتماعية هذه كانت هي لنهبة المال العام وهي التي تسبب في ضيعة المال العام أو هي من سهل التبديد المال العام هي بالمنطقة هي لن تقدم الشكوى إذن لن تتحرك أي قضية لذلك استوجب الأمر أن نعده هذا القانون ونعوده نرجعه إلى النظام القديم وما أحسن النظام القديم يعني ممكن بمعلومة بسيطة توقف على خراب وضيعت أموال عمومية ممكن بوثيقة وحدة والله شكوى من موظف في هذه المؤسسة يقدمك معلومات للاستغلال توقف فيما بعد المصالح الأمن وتلقاها بالحقيقة موجودة فعلا وهي بدأت من موظف بسيط وبوثيقة بسيطة لذلك انتقلنا من تقييد كلي إلى تسريح ما نقول لك كلي ولكن تسريح يكون فيه المنطق والدليل هو ليحرك هذه الدعوة إذن يكون شخص يكون سابقا كانت كائنا الرسائل المجهولة كان موجودة كثير من الطرق لينبلغوا بها مصالح الأمن عن شبهة واحتمال وجود فساد وبذلك تتحرك مصالح الأمن بناء على معلومات ولا بناء على وثيق ولا بناء على التبريغ من أشخاص أو من عمال وموظفين في أي مؤسسة وبناء على معلومات وصلت إلى مصالح الأمن بشتحقق في هذا النوع من القضايا إذن الآن مجال مكافحة الفساد سيكون أوسع عما سبق كان مقيد يعني صلاحيات البحث والتحريسة تكون أوسعة كما قلت وهذا من أجل حماية المال العام طبعا لازم تربط هذا التعديل أيضا بأنه تسريح للتبليغ إذا كنا في ظل كان تقييد تحدث عن مال التي تكون فيه الدولة تسهمة بجزء أو بكل رأس المال الهيئة الاجتماعية التي تقدم الشكوى إذا لم تقدم الشكوى لم يكن ضرر إذا لم يكن ضرر لم يكن تحقيق لم يكن جريمة الآن الأمر مختلف وسائل التبليغ هي كل وسائل متعارفة عليها قانونا ليسمح بها قانون إجراءات الجزائية وهي؟ أكتب من الوسائل طبعا العمل المصر الأم تعمل بناء على معلومات تعمل بناء على تقارير توصلها من طرف أعوان تحات تصل بناء على وثائق توقع بنيدها على قضايا مثلا تثيرها أجهزة الإعلام تتحرك وتتحرك ممكن يكون التحرير الابتدائي إذا ما ثبت وجود الدلة ينطلق التحقيق ما تقوليش نستنى أنا الهيئة الاجتماعية تقدم لي شكوى أنا ما نكونش ألاف الإطارات ونعطيهم ألاف الإمكانيات لقيمتها غالية جدا نخرج ناس من معاهد متخصصة في مثل هذا العمل ويقوموا بهذا العمل ومعدنا نجي نقيدهم وقلهم ثم ما تخدموا ولا شيء يقعدوا في بطالة إلى حين هذه المؤسسة العمومية ولا هذه المؤسسة التي الدولة تملك فيها رأس مال حتى المسؤولين تحاقدونهم شكوى السؤال لي كالمطروح دائما وكالمضحك للكل أنه بحجة إصلاح العدالة تخلي أنت ناهب المال العام القضية لا تتحرك إلى إذا كان الذي نهب المال هو الذي يقدم الشكوى ولكن تنتظر مئات سنوات لكي يجيك هذا الذي يسرق المال العام يبلغ مصالح الأمن لكي يتحقق في هذه القضايا يعني هو في حقيقة المود قصيرة وبسيطة التي تم تعديلها ولكنها مست جوهر العمل خاصة لما يتعلق الأمر لما تشوف المشروع تعرف أن الأمر يتعلق بمكافحة الفساد والإجرام المالي يعني هذا المقصود ورغم ذلك رغم العرقي التي وضعت في سنوات الأخيرة ولكن شفت حجم الملفات وحجم الفساد الذي طال سنتحدث ربما أستاذ عن إلغاء كل هذه العرقي التي جاءت خلال القانون السابق خاصة عندما نتحدث على تحريك الدعوة العمومية في قضايا المال العام لكن بعد فصل إعلاني فوق مانا مع ضيفي الأستاذ كورتل عبد الحفيظ عن هذه تعديلات الجذرية على قانون الإجراءات الجزائية بنتيجة عامة من أجل محاربة الفساد أستاذ قبل الفاصل كنت تتحدث عن العرقيل اللي كانت في القانون السابق عندما نتحدث عن تحريك الدعوة العمومية في كل قضايا في كل ملفات لمتعلقة بالمال العام نعم يعني المتعارف عليه في كل القوانين في كل العالم أن كل ما يتعلق بالمال العام تحريك الدعوة العمومية فيه يكون وجوبا يعني أنت تشوف المال اللي عم يتنهب أمامك كنت تقول لي لازمني شكوى من طرف هيئة معينة إذا مش كاش هذه الهيئة ما كانش جريمة وهذا الأمر غير مقبول تماما لذلك كان لابد أن نعود ونرجع إلى قانون الإجراءات الجزائية في طبيعته الأولى في سنوات وسنوات والأمر يمشي بهذه الطريقة بمعنى أنه الدعوة العمومية تتحرك بمجرد وصول إلى علم النيابة أو وكيل الجمهورية طبعا نتحدث عن المسلوى المحاكم باحتمال وجود شبهة أو جرائم اختلاس أو تبديد أو ضياع أو ربما كثير من الأموال التي تمس بالمال العام وبأموال الخزينة العمومية طبعا في شكل أموال أو في شكل مواد أو شيء آخر لذلك العودة إلى رفع هذا التقييد هي في الحق ليس عرقيا ولكن تقييد العودة إلى العمل بالنظام القديم اللي هو واستغلال كل معلومة من شأنها أن تجر كل شخص ما قلوش فاسد ولا كل شخص يمس بالمال العام أو يساهم في تضييعه أو تبديده هذا الأمر هو الجديد طبعا في هذا القانون بقيا فقط لابد من الحديث عن آليات التبليغ وهذا شيء مهم جدا لأنه أمر يخصي كثير من المواطنين في كل البلديات والولايات عندهم ملفات عندهم تهم قد تلاحق مسؤولين محليين على مستوى البلديات أو على مستوى الولايات اتحدثوا هنا وأقصدوا هنا قضايا مع مواطنين مع ولات يعني الشكوى بيتهمة الفساد ما يعرفوش كيف يبلغوا وما يعرفوش الجهة اللي يبلغوا فيها يقول لك نحن أيضا نشتكي من نفوذ هؤلاء الأشخاص يعني إذا أنت هتبلغ على على والي ولا تبلغ على شخص مسؤول تروح لمصالح الأمن أو مركز من مراكز الشرطة يقول لك من غير المعقول أنك تقدم شكوى والله يدروا لك عرقيل كل الناس تحب تعرف التبليغ التبليغ مصالح الأمن أحيانا تتحجج بأنه لازم تروح إلى النيابة يعطوك إرسالية تبلغ تدير شكوى عند وكيل الجمهورية ووكيل الجمهورية يأمرنا وهذا الأمر لا وجود له إطلاقا في قانون الإجراءة الجزائية يعني تروح مباشرة إلى مصالح الأمن تقدم شكوى مفروض عليهم وجوبا طبقا لقانون الإجراءة الجزائية أنه يستمعوك على محضر ومن بعد هم يبلغوا وكيل الجمهورية بما وقع وهو يعطيهم تعليماته أو ممكن تروح مباشرة إلى وكيل الجمهورية تبلغ عن فساد باعتبار أنه عدم التبليغ أيضا هو جريمة تتعرف لي تكون موظفة مؤسسة وتشوف سرقة أمامك وما تبلغش في يوم الأيام يكتشفوا السرقة وإنك يصل إلى علم المحاققين أنك كنت على علم ومبلغش تكون تحت طائلة لا رح تسألني تقول لي هل الرسائل المجهولة تعمل بها مصرح الأمن طبعا هذه أمور مهمة تعمل بها مصرح الأمن أم لا طرق التبليغ الأخرى هل تعمل بها ونقول لي نعم إذا كانت هذه الرسائل المجهولة تحمل حقائق أحيانا الرسائل المجهولة هي رسائل كيدية وكن في بعض الأحيان أخرى الرسائل المجهولة تحمل حقائق تستغل من طرف مصرح الأمن إذا ظهرت مؤشرات بأن هناك شبهة واحتمال فساد بناء على هذه الرسالة المجهولة يتم إبلاغ سيد وكيل جمهورية بموجب تقرير إخباري أولي بخصوص هذا الملف ثم بعد ذلك وكيل جمهورية مد تعليماته أو نيابة العامة مد تعليمتها إلى هذه المصالح وينطلق فيما بعد التحقيق بشكل رسمي عن طريق استدعاء الأشخاص وإعداد التقرير النهائي وتحويل الأطراف طبعا والملف كله إلى المحاكم أستاذ هذه التعديلات المتعلقة بقانون إجراءات الجزائية خاصة بعد هذه القضايا الفساد التي طفت إلى السطح مؤخرا خلال الأشهر الماضية والتي تورط فيها عدد من مسؤولين كبار في الدولة الجزائرية هذه التعديلات في قانون إجراءات الجزائية سيعزز دولة القانون هذا ويحمي المجتمع الجزائري من الفساد طبعا ولكن إذا قلنا هذا الكلام ربما كثير من المواطنين ما يقبلوش هذه اللغة يقول لك تتحثون على دولة القانون في الجزائرية دولة القانون يبنيها الجميع يبنيها المواطن ويبنيها المسؤول إذا فسد المواطن المسؤول ما يقدرش وإذا فسدوا المسؤول المواطن ما يقدرش الكارثة أنه لما يفسدوا فيه اثنين يفسد المسؤول والمواطن يعني شكون ليوقف باش نبنيه دولة القانون يعني هذه هي المشكلة الكبيرة ولكن أيضا مؤسف جدا أنك تشوف القوانين تحدثنا عن قانون الأسرة الذي لم يعرف أي تعديل منذ كثير من السنوات بالرغم أن قانون الأسرة هو قانون جوهري وبالمقابل تشوف بعض القوانين تتدل أكثر من مرة يعني إذا عملنا تعديل وتعديل هذا يخدم الصالح العام يخدم مصالح الأمة ويخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ ويعاقب بصرامة على كل من ينهب المال العام هلاش نعود نعود لهم مرة أخرى المفروض هذه التعديلات ما تكونش يعني ماشي كل فريق يجي يدير تعديلات الحساب مقاسه يعني فيما سبق النظام السابق ديروا هذه التعديلات بيش يحميوا ربما رجالات هذا النظام لهذا الغرض وبالمقابل أيضا يجي تعديل جديد أيضا باش نفتحه ونرفعه كل هذه القيود هذا والشيء المطلوب الآن أننا مزدوش نمسه مثل هذه المواد التي تساعد لحماية المال العام لأنه كل ما يتعدل بداعي الإصلاح ثم بعد ذلك تعديل جديد بداعي الإصلاح ما عرفناش الإصلاح هنا في التقييد أو في التسريح يعني هذا هو جوهر النزاع يعني حسب رأينا وحسب الخبرة تعنا هذا التعديل هو رفع للتقييد على التبليغ والتحقيق في جرائم الفساد ونقول لك أيضا بالمناسبة أن الفساد ما زالوا إلى الآن يعني ما يعتقدوش الناس ولو أنه الناس يعرفوا بأنه حبسنا أشخاص وفتحنا من الفتح أشخاص وتحدثنا عن الفساد الفساد لا زال لا زال كثير من المسؤولين مفسدون أكثر من مما سبق في هذه الأشهر وبقطاعات حسسة جدا قطلك على المستوى المحلي على مستوى البلديات على مستوى المحليات وحتى على المستوى المركزي شكرا جزيلا لك الأستاذ كرتل عبدالحفيظة المستشار القانوني لقناة النهار شكرا كنت ضيفي في هذا الساعة الإخبارية المسائية شكرا جزيلا لك